أمام التيار الإسلامي الصاخر ليست وفاة القرضاوي خبرا مفرحا ولا عاديا أيضا فتراث الرجل مؤشر على الأثر الذي يهجثه رجل الدين بين شعوبنا ولكن السؤال الذي يجب أن يطرح دائما هو عن قيمة هذا الأثر ولا إجابة صريحة وواضحة عليه حتى الآن وعليه أنا سأضطر لهذه الإجابة وربما ستعرفونها في نهاية الحلقة الأمر المهم الآخر هو هل أن من يدعي أنه صاحب التيسير والوسطية استطاع فعلا أن يقدم ما يشفع لهذه الوسطية وهل أن وفاة القرضاوي معناها وفاة القرضاويين طبعا لابد من القول أن يوسف القرضاوي هو شخص يحتل مكانة محورية في الإسلام المعاصر في جناحه السني وهذا ليس رأي فقط إنما رأي كبار الإسلاميين المعروفين مو من بينهم هذا رأي أيضا الغنوشي وهذا أيضا هو كان القرضاوي قيادي في الإخوان ولديه نشاطات متعددة لم يسبق لرجال الدين أن يجمعوها في قالب واحد مثل القرضاوي كان عنده حضور أعلامي في برنامج كان يتابعوا عشرات الملايين نسبوعيا على الجزيرة أيضا عنده حضور عملي ديني في قيادة قيادة الاتحادات والمنظمات الدينية فبالتالي هو جمع كل ما كان يتمناه رجال الدين وكان حلم حياته كما أعتقد أو قيل قال كثيرون أن يحقق ما حققه الخميني وكانت مواصفاته هي مقاربة لمواصفات الخميني حتى قيل أنه خميني السنة كانت عودته إلى مصر سنة 2011 محاولة لأعادة هذا المشهد في الجناح السني من المسلمين وهذا طبعا في وقتها الإعلامي الشهير هيكل قلل من أهميته وقال أن هذه المسألة أن الثورة لا يمكن أن يتم تجيرها لصالح الأخوان أحنا بكم أصدقائي وحلقة جديدة من أوهام الدين معكم منصور الناصر الأخوة والأحبة المشاهدين السلام عليكم أولا يجب القول أن يوسف القراضاوي كما قلنا يحتل مكان محورية في الإسلام المعاصر وهو رجل حاول أن يشتهد في الدين الذي يعني هو مثل غيره ورثه من المسلمين عموما يعني مثل غيره من المسلمين ورث هذا الدين وحاول أن يشتهد فيه كان يعتبر دائما منظرا ومنتج أفكار وأيضا مفتي وأيضا قيادي على المستوى السياسي وعلى المستوى الدين أيضا هو فعل أقصى ما يستطيع وكانت النتيجة كما هي العادة مع رجال الدين وقادة القياديين من رجال الدين كانت نتيجة دائما حروب وإرهاب وقتل ودمار وتفرقة بين الشعوب وتفرق الناس إلى مذاهب وفرق متقاتلة بالنتيجة النهاية لم يفضي إلى ما له قيمة نعم قد يكون الإرهاب والعنف والحروب قد نوع من الحل الذي يقود الأمم والشعوب إلى بناء حضاراتها وبناء مستقبلها ربما لكن الملاحظ أن القياديين الدينيين الذين يظهرون بين شعوبنا عادة ما يثيرون العنف المستمر ولكن دائما كان يؤدي إلى ما هو أسوأ مما كان عليه الحال السابق وهذه الظاهرة ليست وليدة اللحظة إنما هي وليدة قرون طويلة ومنأتها شخصية مثل شخصية القنضاوي وأيضا في الجانب الآخر شخصية مثل شخصية الخميني وهم هؤلاء كبار أكبر اسمين شغل القرن العشرين تقريبا يعني النصف الثاني من القرن العشرين وحتى يومنا هذا شخصيا أرى أن القنضاوي هو أحد أخطاب تاريخنا الأسود المعاصر وهو والبنة وسيد قطوب وبن الثعمين والخميني كما قلت أيضا فضلا عن الشيوخ من الصنف الثاني أو الشيوخ التابعين من مقلدين مثل حسن نصر الله وأبن لادن والظواهري والبغدادي وغيرهم والجحويني وهذه الأسماء الكثيرة طبعا تابعت كثير من الكتابات حول القرنضاوي لكن السؤال الرئيسي الذي قلم أثيره وهو لماذا القرنضاوي يمتلك هذه الأهمية وهذا الجواب لم أجد له يعني معظم الناس لا يعرفون لماذا القرنضاوي مهم إلى هذا الحد بين المسلمين ولماذا كان هو قيادي كبير جدا من مستوى شخصية مثل الخميني هذا السؤال رح أجاوب عليه بعد أن نستمع إلى حديث القرنضاوي المهم يعني دقيقتين أو ثلاثة نستمع الكلام وهذا يضطينا فكرة أولية عما يدعو إليه الآن انهدر أمام الديار الإسلامي الصغف أمام هذا البحر الجد أمام هذه الموجة الإسلامية المكتسحة في كل مكان أمام الصحوة الإسلامية التي أصبح قوامها الشباب والشابات المثقفين والمثقفات في أنحاء الديار الإسلامية لم يعودوا قادرين على أن يقولوا نرفض الإسلام وإنما ماذا يقولون اليوم يقولون أنتم تدعوننا إلى الإسلام ولكن ما هذا الإسلام الذي تدعوننا إليه إن الإسلامات كثيرة وهذا أخذوه عن أساتذتهم المستشرقين والمبشرين الذين يزعمون أنه ليس هناك إسلام واحد وإنما هناك إسلامات متعددة تتعدد بتعدد المكان وتتعدد بتعدد الزمان وتتعدد بتعدد المذاهب يقولوا هناك إسلام أسيوي وهناك إسلام أفريقي هناك إسلام أموي وإسلام عباسي وإسلام عثماني وإسلام صوفي وإسلام سلفي وإسلام سني إلى آخره هؤلاء أخذوا عن شيوخهم وموجهيهم والمخططين لهم من المستشرقين والمبشرين هذه الدعوة وقالوا أي إسلام تدعوننا إليه كما قال قائلوهم من ماريخية مشهودة في القاهرة في الصيف الماضي قالوا أي إسلام تدعوننا إليه إسلام السودان أو إسلام إيران النميري إسلام الخميني إسلام ضياء الحق وأحيانا يقولون هو إسلام رجال الدين أم إسلام العساكر أم إسلام الملوك وكان جوابنا أن الإسلام الذي ندعو إليه لا يرتبط ببلد ولا يرتبط بشخص ولا يرتبط بعهد ولا بزمن ولا بمذهب إنما هو إسلام القرآن والسنة إسلام محمد صلى الله عليه وسلم من أراد أن يعرف الإسلام الذي ندعو إليه فليفتح المصحف الذي ندعو إليه فهؤلاء يريدون أن يلزمون بإسلام يفسرونه كما يشاءون ليتخذوا من وراء ذلك الحجة للطعن في هذا الإسلام لا على الظلم فإن الله يقيم الدولة الكافرة بالعدل ويهلك الدولة المسلمة بالظلم كما قال الإمام شيخ الإسلام بن تيمي لا من نجات لنا إلا بالإسلام ولا مخرج لنا مما نحن فيه إلا بالإسلام الإسلام الصحيح لا من الصحابة ومن تبعهم بإحسان الإسلام بلا زيادة عليه ولا انتقاص منه ولا تشويه لتعاليمه ولا إخلال بالنسب بينها عيش له ونموت عليه مهما أصابنا في سبيله ونعتقد أيها الإخوة والأخوات أن الغدى لهذا الإسلام وأن المستقبل لهذا الإسلام وأن كل الدعوات الدخيلة المستوردة من الشرق أو المستوردة من الغرب سترحل خائبة مدحورة وسيبقى دين الله وسينجز الله وعده وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلف أنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله طبعا كما رأيتم الرجل يتحدث عن الإسلام الصحيح الذي يجب العودة إليه وأن هذا هو الذي يكفي أن نفتح القرآن لنعرف أي إسلام يتحدث عنه طبعا خطاب توجيهي دعائي ضخم لكن محتوى غير صحيح على الإطلاق وهذا ليس محاولة للنيل من الرجل لا هم معظم الخطاب الإسلامي ويتمحوا حول هذه القضية التي يرفعوها شعارا لكن بالنتيجة هي لا تعني أي شيء والحقيقة ليس المستشرقين وليس العلمانيين وليس الذين يقفون بموقف ضد من الخطاب الديني هم الذين يرفضون هذا الإسلام الذي يرفض هذا الإسلام هو القرضاوي نفسه هو الذي يفترض أن الإسلامه هو الإسلام الصحيح فبالتالي المشكلة ليست من خارج الإسلام إنما المسلمين أنفسهم هم متحاربون فيما بينهم وهم الذين ينتقدون بعضهم بعضا وهم الذين يكفرون بعضهم بعضا وهذا الكرام ليس سرا نعرفه جميعا أما الإدعاء بأن هناك من يدفعهم مستشرقون من يدفعهم كذا هذه قضية ثانوية وها مش هي إلى بحد بعيد لا أحد منع المسلمين من أن يصلون وأن يصومون ويدون فرائضهم وأن يقاتلون ويدبحون وأن يصنخون فهذا مسألة فارغة لكن كلام حماسي والكل يعرف مدى مصداقيته لأنه هو الكل وإلا فإذا الإسلام الصحيح يلا وينه؟ وينه؟ براونه خليني نشوفه على كل حال حتى ما أطول بهذا كلام الرد على ليست الآن في معرض الرد على القرضاوي في هذا الكلمة لكن مهم أقول أنه أعطي فكرة عن القرضاوي ماذا فعله بالحق للخطاب الديني الإسلامي من ناحيته السنية أو من جانبه السنية فالرجل قدم أشياء مهمة جدا راح أختصرها في نقاط خليني نطلع على هذه النقاط طبعا وضعته في نقاط راح نشوف هذه النقاط النقاط الأولى هو الرجل استلهم مذهب من الآية 143 من سورة البقرة المذهب اللي يسمينا التيسيره الوسطية وهذه الآية تقول وكذلك جعلناكم أمة وسطة ماذا اعتبر في هذا الفكرة مالتا الأساسية؟ قال بأن الإسلام هو موقف وسط بين أطراف متصالبة متناقضة أي وسط بين المادية والروحية ووسط بين الفردية والجماعية ووسط بين المثالية والواقعية ولا أعرف ما معناه هذا الكلام أنه الفردية والجماعية أين حقوق الإنسان؟ هي المسألة الجماعية الأولوية للدين وليس للفرد وبل لا يوجد شيء فرد الفرد الوحيد الموجود هو الفرد الصمد وهو الله أما المادية والروحية فمسألة لا أعرف ما معناها ما معنى الروحية ما معنى المادية بالنسبة للإسلام هذه مصطلحات حديثة لا يمكن التعويل عليها أيضا مثالية والواقعية فمسألة أيضا هذه مفاهيم حديثة جدا أيضا ضعف مثلا حديث بأثل بالسيف وحتى هو يكاد يعني أن يبطل مسألة النسخ في القرآن خاصة آية السيف اللي يعول عليها الإرهابيين عادة وأيضا اعتمد أساسا على القرآن الكريم باعتبار أن هذا النص هو النص القطعي وتم ثبوت بالتواتر اليقيني فهو الحج على كل المصادر أخرى من نوعا ما عطى إشارة لأنه الحديث ليس بالمصدر الأساسي ويقول هو يدعي بأنه نقدر نعيش في ظل هذا الإسلام وفي عالم الآن يعيش ينادي بالسلام ولا ينادي بالحرب وينادي أيضا بالأمان وليس الخوف وينادي أيضا بالتسامح للتعصب وبالحب لا الكراهية فلا أعرف كيف يفسر هذه الأمور هو التأويلات الخاصة وهو أعتقد يعتبر نفسه مشتهد ويؤول هذا الدين بطريقته الخاصة وأما التسامح فهي مسألة لا يعني هناك ردود كثيرة عليها لكن هو ترك بصمتة في هذه المسار وأيضا قال بأنه نقدر نعيش مع القوانين الممتحدة والقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان وجماعات حماية البيعيه أيضا عنده منهج في الفقه الجديد يسميه هذا المنهج يعني يعني يهدف إلى تجديد الدين من داخله يقول هذا مسألة مهمة يجب أن نركز على هذه الأبارة تجديد الدين من داخله أي أن الدين لا يأتي شيء من الخارج عليه أنه هو صرة مواثيكي من داخله مقفلة لا يمكن دخول أي شيء غريب عليها هذا أي شيء من الخارج ربما يفسده لكن علينا أنه جدد دين من داخله وهذه ليست بالدعوة الجديدة هي الفكرة الدينية ليس الإسلام فقط جميع الأديان تقريبا أو كل الأديان تجدد الدين من داخلها وبالحقيقة هو ليس تجديد لأنه لم نرى شيئا جديدا كل ما حدث أنه هنا المشروع هو نفسه العودة إلى الفكرة الطوباوية الموجودة عن أيام البحث وهي أيام بالصورة التي رسمها الموروث الديني الذي صور لنا بأن كل شيء كان آخر حلاوة والصحابة أخوه ومتحابين ولم يقتلوا بعضهم البعضا ولم يسرقوا بعضهم البعضا كما فعل ابن عباس مرة في بيت مال البصرة أيضا قال أنه يعني حاول يعالج معضلة الجهاد كما نعرف معضلة كبيرة جدا في التاريخ الإسلامي وفي الفقه الإسلامي أموما وجهاد الطلب وما إلى ذلك فحاول يفرق بين الجهاد والقتال أيضا قال أنه يعني الحجة ما لتشونه كان عن الجهاد قال الجهاد لا يعني القتال بالضرورة إنما الجهاد ورد ذكره في القرآن المكي حيث كانت تلك أيام لم يكن فيها قتال ولا دعوة إلى محاربة الآخرين بل مجرد جهاد دعاوي بالقرآن بناء على آية مكية وجهتهم به جهادا كبيرة كان يقضل الجهاد بالنفس وما إلى ذلك سواء للتأويلات خاصة به أيضا أكد أهمية الجهاد الفكري والثقافي بإنشاء مراكز عالمية إسلامية متخصصة تضم نوابغ الشباب المتفوقين وهذا وضحها خلال سيرته سبعين سنة من العمل المستمر في هذا المجال هو قدم وأنشأ مراكز هو اسمه رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين طبعا ماكوش يسمع علماء لكن بالمعنى الديني يسمون أنفسهم علماء العلم لا يمكن أن ينطلق من أسس غيبية غير مثبتة العلم الحقيقة والآن عندي حلقة عن العلم ممكن تشوفون منهج العلمي وشروط منهج العلمي واختلافه التام على الدين ما أعرف العنوانها بالضبط تناقض الدين والعلم شيء من هذا ما أذكر العنوان الدقيق أيضا فسر ما ورده في القرآن الكريم بخاصة في سورة التوبة من نصوص تأمر بقتال مشركين كافة قال بأن هذه كانت من باب المعاملة بالمثل وليس للمشركين كافة كما يقاتلوكم كافة فأعتمد على هذا العبارة في الآية فأعتبر بأنها لم تكن توجيها عاما وليست قاعدة للتعامل مع غير المسلمين أيضا أعتبر بأن الجهاد ليس فريضة على كل مسلم ومثل فريضة الصوم والصلاة والشهادتين وما إلى ذلك وبالتالي أيضا انستنتج بعد ذلك من أنه ليس على المسلمين غزو ديار الكافرين وإذا كانوا آمنين على أنفسهم منهم وأن الأصل في علاقة المسلمين هو السلم والتعاون على الخير أيضا النقطة أخيرة يعني هو لقات كثيرة عن اختصارت بعضها لكن أعطي فكرة أولية حتى واحد يؤرف لماذا هذا الرجل فأعتبر علامة ديني مهم جدا وله أثره على المسلمين كافة في ظل اعتراف الدولي كان عند رأي بأنه بحقوق الإنسان ومنها حقه في حرية الاعتقاد والدعوة إليه وإقامة مؤسساته وحماية الأقليات يقول أن هذا الأمر الموجود الآن كله في الصور الحديثة ينفي وجود أي مسوق لمسوقات جهاد الطلب يعني هنا ما نحتاج بعد الآن أن نجاهد الكافرين إنما ولا أن نغزوهم لأنه الآن بإمكاننا أن ننشر دعوتنا بطريقة سلمية ويتقبلها الناس وهذا هو المنطق اللي أقام عليه القرضاوي حجته الدينية طبعا القرضاوي معروف بأنه قدم فتاوى جريئة جدا أعتبرت جريئة منها عدم أهمية فريضة الحج عدم صارت على خلفية القطيع اللي صارت بين القطر والسعودية أيضا حرموا الخروج على طاعة مرسي في بعض سنوات كان يحل الخروج على مبارك لكن بعد ذلك حرموا الخروج على طاعة مرسي ويعني حن إلى تاريخه مع الأخوان أيضا نشر الدمنشور شهير يعني نزل به الله وجبريل والملائكة والنبي من أجل تأييد أردوغان في ضد المحاولة انقلابية ضده أيضا أصدر فتوى سريعة بحرمة مقاطعة قطر بعد يعني كان يفتي لسنوات بمقاطعة سوريا ومصر والبحث عن يعني كان يدعو للبحث عن أفضل طريقة لقتل زعمائها الحقيقة أنه القراضاوي ما كان يعني كما يدعي الوسطية والتسامح وما إلى ذلك كان بحقيقة هو يعني بغل نظر عن رأيه بما سلبا أو إيجابا كان هو وقود استعان بآلاف المجهدين اللي أحرقوا يعني بلدان المنطقة والشعور وقتلوا الآلاف بل ربما الملايين وشردوا الملايين وأيضا كان هو الفتيل الذي أحرق عقول الناس وبدد طاقاتهم مهما قلنا فيه هو رجل كان علامة بارزة على استحالة أن يكون رجل دين داعية للوسط هذه لابد أن نقتنع بها وبغض النظر أنت معه الإسلام مؤمن أو غير مؤمن لا بد أن نقول بأن أي رجل دين لا يمكن أن يكون داعية من دعاة الوسطية الحوادث التاريخية كلها تثبت هذا الشيء ولم نجد يوم وأيام أي مظهر من المظاهر الوسطية في مجتمعاتنا ما زال مجتمعاتنا مغلقة ومنظورة لرجال الدين ويحرم دخول أي شيء لمناطقهم ومناطق نفوذهم أيضا هذا أيضا أثبت بأنه هذا رجل الدين كان دائما هو يعني حاجة لاغنة عنها لكل قيادي أطاغية وسلطان بالحقيقة رجل الدين هو أداة موجودة دائما التي يمر من خلالها كل تطرف وعنف داخل المجتمعات وكانت الدين عموما هو القناة التي يعبر بها الناس عن نزعتهم للأدوانية ولغبن حقوق الآخرين الدين نحن لا نريد أن نتحدث عن الدين كما هو بالأكسان عندي رأي بأن الدين هو مظاهر من مظاهر أدوانية للإنسان وليس العكس أن العنف الذي يظهر من الدين هو أصلا عنف الإنسان والدين وجد أصلا لكي يكون المبرر لممارسة هذا العنف بطريقة شرعية وجعل مسألة قتل آلاف الناس أو مئات الناس أو قطع رؤوسهم بأي طريقة كانت مسألة عادية طبيعية جدا يمكن يمارسها أي مؤمن ملتزم بدينه ويذبح الناس كما يشاء وبعد ذلك يعود إلى بيته ويقبل أطفال ويمارس حياته الطبيعية فهذا هو الدين وهذه فضيلة الدين التي يسمونها فضيلة الإيمان التي تجعل الإنسان مخلص لدينه ويعني قاشي على الكفار المعادين لدينه فهذا هو الدين الثقافة التي أو الأخلاق التي يعلم عليها الدين الآخرين ويعتبرها بالمكارم الأخلاق وأعظم أنواع الأخلاق التي لا نظرة لها طبعا هكذا يعني كل واحد يمدح ذاته ويمدح منطقة يمدح منطقة ويطنب في هذا المجيح كما يشاء النتيجة للخلاصة أنه القرضاوي ويعني كما قلت سواء كنا معه أو عليه هو كان أداة زادت أداة ضاعفة من أزمة شعوبنا مع الإسلام وتراث هذا الدين على العكس تماما من كل ما يدعيه أو تدعيه كل شخصية دينية هو يعني عندما نجي نقارن قرضاه كرجل دين من كبار رجال الدين ممكن أن نقارنها بوعود الطغاة الجميلة اللطيفة التي يسلب بها عقول الناس بفعل كارزما خاصة بهم ولا ينكر أن القرضاوي كانت لديه كارزما خاصة به ونفس الكارزما التي كانت لديها للطغاة واستمرت هاي الكارزما أيضا للخميني من أمثال هذا النموذج أيضا البن لادن كانت عندها هاي الكارزما أيضا وهذه الناس دفعت ثمنها غاليا فمثل ما كانوا يتبعون طغاة مثل صدام حسين وعبد الناصر أيضا كانوا اتبعوا هؤلاء وكانت عملية متساوية أن فترة الناس اتبعتها قادة طغاة مثل صدام وعبد الناصر والقذافي وغيرها من هاي الأسماء ورثهم رجال الدين في كارزما دينية دفعنا بسبب الأخيرين الدعاة الدينيين يعني الثمن غاليا وأدى إلى تخلفنا يعني ربما لقرن كامل يعني خسرنا كل الخطوات التي قدمتها شعوبنا في النصف الأول من قرن 20 وضعت علينا والآن علينا أن نعود مجددا إلى نقطة الصفر بسبب الكارزمات القيادية العسكرية الطغيانية والتي ورثتها المستبد الديني يعني وفقا لنماذج حسن البنة ونماذج الخميني ونماذج القرضاوي كان القرضاوي كما ترون يطمع لي أن يأخذ دورة الخميني وحانت لديه الفرصة مرتين تقريبا لكن لم يسعفه الحظ الأولى عندما اندلعت أزمة الرسوم الديني ماركية سنة 2006 وعدها في تلك الأيام حاول تحويل المظاهرات الغاضبة ضد هذه الرسوم إلى مظاهرات تظاهرات لإسقاط الأنظمة والمرة الثانية كما ترون في هذا المشهد عندما اندلعت ثورة يناير المصرية وعندما عاد إلى مصر من قطر وخطب خطبة شهيرة في ميدان التحرير لكن الحال لم يستمر معه وانقلب عليه بالتأكيد كما قلنا أن القرضاوي ما ترك أي فرصة إلا وزاد بصراحة نحكي إلا زاد من حدة الاحتقان الفقهي والمذهبي عبر تمسكه بالتطرف الإسلامي ويعني كل ما نتمنى أن يعني الناس بأن تركة هذا الرجل ليست مما يستحق الاقتداء ولا التقديس ونرجو أن تتعض الناس من هذه التجربة المريرة مع الطغاة السياسيين والطغاة الدينيين من مواقف القرضاوي الشهيرة أنه أدان هجمات تهدع السبتمبر وتفجيرات بالي انتقد تحطيم أو تفجير حركة طالبان لتماثيل بودا في أفغانستان أيضا ندد بغزو أمريكا لإراق سنة 2003 والمهم أنه أفتى بوجوب مقاومة الجنود الأمريكان وهي الدفاع ثمنها العراقيين يعني مئات الآلاف من العراقيين دفعوا ثمنها كان يجون الانتحاريين يدخلون في الأسواق العراقية ويفجرون الناس لا على التعيين وحتى أحيانا مرة من المرات يعني واحدة من أكثر الحالات إيلامن جند أمريكي نزل في منطقة وتم حول 40 طفل وفجأة يجي شخص انتحاري ويدخل بالنص ويقتل جميع الجند الأمريكي مع 40 طفل من أطفال المناطق الموجودة لأنه كان يوزأ لهم معرفة حلويات أو شيء من هذا القبيل أيضا أفتى بتحريم زيارة القدس لأنها تحت الاحتلال وهذه الفتوى صارت عدة مشكلة إياها بينه وبين السلطة الفلسطينية اللي قالت أن هذه الفتوى هي متوافقة مع خطة إسرائيل لتهويد القدس طالبت القرضاوي بالتراجع عنها أيضا القرضاوي ممنوع من دخول أمريكا وبريطانيا لأنه أية عمليات انتحارية ضد الجنود الإسرائيليين وهذا من الأشياء التي يجب ذكرها بأنه دعا لقتل معمر قضاء فيه خلال الثورة اللي قامت ضدها سنة 2012 وكانت هي ظلت محل يعني انتقدوها كثيرون كانوا ينادون بالقبض عليهم ومحاكمته بسبب هذا الأمر المهم الخلاصة نحن نرهمنا الآن مو أن نقول ما هو الحسن أو السيء في الرجل المهم أن نرد على تراث الرجل الديني وبموضوعية وليس على طريقة النقدة يعني أنا ممكن نرد على هذا الرجل ونناقش تراثه وبموضوعية لكن مو الطريقة المذهبية أنه الخلافات المذهبية الدينية ليس من داخل الدين ننتقده إنما نضع التراثة الدينية أو تراثة كشخصية وتأثيرها على طاولة البحث وبغض النحي التقديس الديني جانبا أو فكرة الدين الصحيحة التي رددنا عليها وأثبتنا أنها ليست أكثر من شعار لتطيب خواطر جماهير واستغلالهم باسم شيء اسم دين صحيح ولا يوجد شيء صحيح هو أصلا ماكو شيء اسمه صحيح يعني هو الدين صحيح لا ماكو شيء اسمه صحيح أصلا فكيف تأتي وتقول ونالك دين صحيح لأن كله النص الديني وهو نص أدبي بلاغي لا يمكن أن تطلع من عندي شيء صحيح لأنه أصلا اللغة هي ليست صحيحة فالمهم هذا موضوع منطقي فلسفي فكري عقلي بديهي لا يقبل النقاش لكن الناس صدق به لأنه تهوى تسمع يوميا رجال الدين وهذا الخطاب العنيف لرجال الدين وأتصور بأن هذه تكمل فيها الحقيقة كلها مناسبة موت أو وفاة القرضاوي ما راح تخلصنا من إرثة الظلامة أيضا ما راح تخلصنا هذا أيضا بشيء يذكر أنه الموت المستنيرين أو الذين يدعونه إلى الخروج من زنزانة الماضي وشرنقة الماضي الخانقة فالمستنيرين أيضا هؤلاء ما راح نقدر نتخلص من الرثم هؤلاء تركوا لنا أشياء عظيمة مثل أشخصيات عظيمة مثل علي الوردي والعرب قليل يأرفونا لكن علي الوردي من كبار الكتاب المتنورين منذ الخمسينات والآن تقرأه هو كأنك تقرأ شيئا هو ابن هذا اليوم أيضا حنصر حامد أبو زيد أسماء عظيمة وكبيرة نوال السعداوي اسم كبير كبار المفكرين مثل أدونيس العظم جلال عظم أركون وأيضا راح نتطرق إلى الحوار بين المناظرة اللي صارت بينه وبين القرضاوي يجب أن نشير إلى هذه المناظرة وكانت مناظرة شهيرة جدا قبل ثمان سنوات تقريبا المشكلة وين في رأيه المشكلة في تراثنا هذا القاتل المشوه المدمر بمعنى الكلمة اللي أثبت للمرة المليون وأكرر للمرة المليون ودون مبالغة أن مواجهته بأقصى ما نستطيع هي أمر لا يمكن التغاضي عنه هذا التراث الذي ورثناه هو شر لا بد من أن قضاء عليه ولا بد من أن مواجهته ممكن أن نقول أيضا هي شر لا بد منه هي مشكلتنا في هذا السم اللي اتغذى عليه القرضاوي ونظائر القرضاوي من الخميني سنة وشعة وقاعدة ومجميع الأصناف هذا السم الموروث المؤدي الممرض لشعوبنا هذا هو اللي أخرج لنا سرايا ويعني زرافات زرافات من المرضى روحيا ودينيا ونفسيا هؤلاء الذين نسميهم مجاهدين ومسلمين أبرار وأخيار بالحقيقة هؤلاء يعني يعني أشبه بالسربان الجراد التي تنتهم كل شيء في طريقها احنا بالتالي يعني ربما يهاجبني البعض يقول أنت علماني وأنت ملحد وأنت كذا وأنت رئيس مالي وأنت لبرالي ما نعلاق بها الموضوع احنا مشكلتنا مهو بالألمانية ليست في الألمانية ولا في الإلحاد ولا بالرئيس مالية ولا الماركس ولا أي شيء كلها تذهب إلى الجحيم أنا ما أتحدث بهذه المواضيع مشكلتنا في تشريع الجهل المقدس وجعل هذا الجهل المقدس بثال أعلى جهل يعني الفوق هذا هذا الجهل يسمي نفسه العلم كله هذا الجهل يدمر هو اللي يدمر كل أمل أنه في المستقبل هو اللي يجعل الناس عندنا أغبياء وفارغين من المحتوى الإنساني وغير قادرين على التأقلم مع العالم ولا الاندماج مع العالم فأنت لا تستطيع الاندماج مع العالم والحضارة التي أو التقافة والناس ما توصلت إليها الناس فكيف تشترك معهم في فيما أنتجوه ماذا نقدم للعالم الآن إذا أحنا أصلا رافضينه فكيف نشترك فيما يفعله وكيف نسهم في هذه الحضارة ونقول لدينا ما لدينا أصلا شعوب العالم الآن قدمت منجز لهذا للحضارة البشرية الآن إحنا بس همنا أنه هذا أسلمه وحسن إسلامه لا بد أن نذكر بأن القراضة أفتا بالكثير من الفتاوى التي حرضت على الإرهاب وخرجت لنا إرهابين كما قلت وقوافل من الإرهابين طبعا هي مو إرهابين وهي تسمية غير صحيحة تسمية أمريكية لكنهم بالحقيقة هلأ مجاهدون وهذه هي تسميتهم ويجب أن نسميهم بهذا الاسم لأنه هذا مجاهدون على الطريقة الإسلامية وبالتالي يجب أن نعرف أن نحن بحاجة لمجاهدين أم لا وبالضرورة هو المجاهد يكون إرهابي لأنه لا بد أن يرهب الآخرين مجاهد لماذا أما محاولة قرضاه لتميئ الأمر ووصف الجهاد بينه جهاد النفس فما لذلك فهذه حجة لا يصدق بها أحد ومن الصعب تطبيقها وبالفعل أمره ستأس إنسان كان يدعو إلى هذا الشيء وليم ينجح بالتالي أي محاولة هو أفضل من حاول أو أقوى خطاب أنتج محاولا أن يحسن هذا الإسلام ويدعو إلى دين الوسطية لكن بحقيقة هو يجب أن نقول أن القرضاوي رغم ما أخذنا علي كلها مهما لو سلمنا بأن النواياه حسنة فأن هذه النوايا وهذا المشروع الذي قدمه مشروع فاشل فاشل وفشل فشلا ذريعا والدليل ما نحن فيه حاليا ومن تمزق على جميع الأصعدة أول مرة القرضاوي زعم بأنه رد على مقولة ماركس أن الدين أفعون الشعوب قال بأن الدين هو في خدمة الشعوب يعني هذه قضية أين الدين في خدمة الشعوب الدين في خدمة نفسها فقط لا يعرف شيء هو يقول أنا لي لأولوية على كل شيء آخر يقول هنا الشعوب ما لا يقيمة بدون الدين فبس بالنتيجة ماذا أن ننتظر من الرجل الدين يعني يجب الناس أنفسنا هذا السؤال ماذا أن ننتظر من أي رجل دين أن ننتظر منه دعوة للمحبة والسلام والتسامح فهذا يعني 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 أمر بما يستطاع أو أطلب ما يستطاع أنت لا تطلب الرجل الدين أن يدعو لك للمحبة والسلام ما الحاجة له إذن الدعوة المحبة والسلام فهنا إنسان يمارسها بشكل طبيعي وحتى العنف الذي يصير ممكن يسيطر عليه عن طريق قانون شرطة وآمن وإنتهي الموضوع فما أعرف أي عقل فارغ هذا الذي يتحدث في هذه اللهجة أنه رجل دين أن الدين أيضا هو الدين نفسه في خدمة الشعوب وأصلا لا أعرف شيء اسمه شعوب هو يعني كلمة شعوب هي كلمة يسارية ممكن نسميها وكلمة حديثة وبالتالي الدين عندها جماعة فقط لا يوجد شيء اسمها شعوب صحيح الشعب اليهودي أول يسمي الشعب اليهودي كلمة قديمة لكن ليس معنى الحديث كلمة شعوب هي كلمة نوع يسارية كمفهوم أيضا يعني هناك سؤال لماذا انتشر الصيد القرضاوي وأصبح مهما لماذا ما الحاجة لا بد أن يسأل هذا السؤال والجواب هو لم يكن بالإمكان للقرضاوي أن يستمر وأن يتواجد ويكون له هذا الحضور المؤثر لو لم يكن مفيدا والسؤال ما هي فائدة القرضاوي يعني هاي الحقيقة يخليها عليك زنب هو شخص كان مفيد مفيد المن مفيد طبعا مو لي وإلك ولا للناس العادية ولا ما يدعيه بين الدين في خدمة الشعوب وليس الدين ألفون الشعوب لا هو مفيد لمن يستعبد الناس من يستعبد الناس العفو ويسرق الناس حقوق من حقوق الناس ويستغلهم بل ويسرق مو فقط أموالهم وطرواتهم بل يسرق عقولهم ويستعبدهم ويوظفهم لصالحة أي من كبار الطغاة والدول العظمة وبالطبع لن نجد لن يجد هؤلاء أفضل من رجال الدين ليفعلوا لي ليوظفوهم في هذا الاتجاه المشكلة هوين إننا نحن من يمنح أمثال قرضاوي هذه الأهمية بل نحن ما نكف عن هذه المنح الأهمية ونذهب أبعد ونمتنع عن توجيه أي نقد لهؤلاء وكأنما هم مقدسين أو نازلين من السماء السابعة وحتى لو افترضنا أن أحدهم نقد وجه نقدا لهؤلاء فليس بهدف النيل من المنطق الديني أو الخطاب الديني الذي يتحدث به إنما ينتقده باسم خطاب ديني مناظر أو منافس له يعني يكون كلهم دائرين في التراث الموبوء نفسه أو المستنقع الآسن الذي دمر حياتنا ودمر مستقبلنا ومستقبل شعوبنا ومستقبل أجالنا القادمة هل تريد أن تعلق على وجود قائلة عسكرية أمريكية في قطر ولا أخي بيسألني يعني كأنني المسؤول على هذه الأمور وإنني لي فيها رأي أنا لا هذه الأمور السياسية ليس لي فيها رأي ولكن أقول للأسف إن الحرب العراقية الكويتية ضرب المنطقة ضرب وضرب المنطقة ضرب المنطقة وكان الأمريكان أيضا وراء هذه الضرب وراء العراق بغزر الكويت واستفادوا منها استفادة الجديدة عندهم وتخلصوا من الأسلحة القديمة وضربوا المنطقة بفلوس المنطقة يعني خدوا ثمن أقول بعد ذلك عما المستفيدين أولا هذه الضربة للأسف إن عادة الجيوش الأمريكية بعدها كانت خررت من المنطقة هذه القواعد لضرب العراق وأن يمكن المسلمين من التحرر من هذا كله حينما يرجعون إلى الله ويستنسكون بالعروة الوثقلة في صامة لها ويضع بعض كما رأيتم القارضاوي هنا يتحدث عن القاعدة الأمريكية في قطر وكأنه محلل سياسي يتحدث أنه ستعدي إلى كذا وسيرجع أعطت فرصة للأمريكان للحضور وأصبح محلل سياسي وهذا يكشف عن قدرة القارضاوي على المناورة السياسيا والحديث بوجهين وبطريقة دبلوماسية خارج الدين ولكن يبدو أنه يعني يتعكز على العمامة التي يرتديها ويمرر هذه الكلام الذي هو يتعارض مع هذه دين بالمناسبة هو يعرف هذا جيدا على الأموم الآن نختم الكلام وأتحدث عن حوار مع العظم كان حوار مهم جدا وكرر في كلامه بأنه الدين الموجود لا يمثل الدين الحقيقي الصحيح وأن هذا الدين الموجود الآن الذي يجعو إليه الحكام والسلاطين والأوادين صوروا للناس الإسلام هو دين الخرافات ودين الذي يفرق بين الناس وهذا الدين الذي يخرج لنا وعاد السلاطين الجائرين وهذا الدين هو الذي يؤدي إلى عبادة الأضرحة والمراقد فكان جواب جلال دين العظم جواب ذكي جدا وقال له هذا كلام غير صحيح ولا يجوز وكل دين يقول أنه ضد الخرافة فلم تأتي لدينا أنت بجديد كل دين يقول أنا وعدي وكل الآخرين على باطل فبالتالي أنت تقول أن ديني ضد الخرافة الأديان الأخرى كلها تقول لها دين أديان ضد الخرافة المسيحية البودية وقال هذا كلام غير دقيق وكلام ما لا علاقة بالحقيقة والقول بين الدين الصحيح والإسلام هذا غير صحيح وبدليل أنه قال الإسلام عمره 15 قرن ولم يقدم شيئا إلا الخلافات والحروب فكان جواب القرضاوي أن الإسلام قاد الحضارة هذا كلام غير صحيح قال وأن الإسلام قاد الحضارة الإسلامية وأيضا قال بأن الجامعات الإسلامية مفتوحة لطلاب أوروبا وهي بحوار في الاتجاه المعاكس فيصل القاسم قبل ثمان سنوات أعتقد 2006 أعتقد 2016 ما أذكر بالضبط ويجوز هو قديم لأن شكل فيصل القاسم عمره صغير يبدو فكانت جامعات الإسلامية مفتوحة لطلاب أوروبا وهي بالدقيقة 30 حتش قال حرفيا أن الجامعات الإسلامية في العهد العباسي كانت مفتوحة القلاب أوروبا هكذا قال أما أبن رشد فكان من أسباب التنوير في أوروبا يعني هو يقول أن أبن رشد الذي طرد وحرقت كتبه الذي حرق كتبه الذي يتبنى فكرهم القرضاء ونفسه الآن يفتخر بالرشد لأنه نور سبب تنوير ظهور التنوير في أوروبا بينما لا يتحدث عن حرق هذه الكتب وكيف الرجل تم نفي كل يعني محاولتي كانت بسيطة برشد يعني الدمج بين العقل والنقل وتفضيل العقل على النقل المفارقة الأخرى اللي اللي أنه أيضا فجأت بأنه يتهمونه بعضهم يقول هو هذا مجرس أكثر من معاهض الصلاطين وبعض جتني تعليقات على صفحتي في فيسبوك نشرت عن وفاة قبر عن وفاة رضاوي بعض التعليقات يقول أن هذا واحد من معاهض الصلاطين ويتمسح بركاب الرجال السلطة والحكم والحقيقة بعض هؤلاء هما أصلا لا يرون الوعاض الصلاطين الذين يحترمونه فأنت تجد شخص هو من كبار وعاض الصلاطين في إيران مثلا في الدول الأخرى لكنه فقط ينتقد القنظاوي لأنه ضد الدولة السعودية مثلا أو يقف موقف مضاد لمصر فمسألة سياسية وليست مسألة لكنه يعني يتهم بينهم من وعاض الصلاطين لكنه يمدح وعاض الصلاطين من جانبه الخاص أختم أقول ما قال صديق الشاعر الأراقي فيصل جاسم قال كان قرضاوي نقطة سوداء في تاريخنا أنا أقول أن كل رجل الدين في تاريخنا في الحقيقة هو نقطة سوداء ولم وكل هذه كل نقطة من هذه النقطة السوداء لم تترك خلفها إلا السواد والأحزان والخراب أينما سار هؤلاء وحلوا المهم علينا أن ننسح كل أثر لهذه النقطة السوداء علينا أن لا وأن لا نسمح بظهور نقطة سوداء جديدة بل وأن لا نكتفي بأضعف الإيمان واتقاء الشر هؤلاء إنما منعهم من الممارسة سلطانهم على الناس وتمرير سمومهم إليهم حتى لو كانوا يعني يحملون نوايا سليمة الدين لم يعود نافعا للناس في هذا العصر ينفع على مستوى الشخصي لا بأس لكنه لا ينفع في أي شيء لا يمكن أن تستعمل الدين في تعليم الأطفال لا يمكن أن تستعمل الدين في إدارة شؤون الإقصاد في الطيب لا تستطيع أن في السياسة العلم هائل السياسة فماذا تفعل بالدين لا يقدم لك شيء سوى مسألة الطاعة فقط ويطالبك بالطاعة فلا تستطيع أن تتحدث عن الدين ما فائدة الصلاة ما فائدة الصوم فعندما تجي تناقشها منطقيا تجد أنها مسألة فارغة من المهتوى ومن القيمة الواقعية القيمة الحقيقية الوحيدة له أنه يحسك على أن تكون مطيعا أي أن تكون مجردا من المهتوى فاقدا لشخصيتك تابعا دليلا وهذه من أبرز معاني كلمة الدين وهي الامتسال والطاعة ثم الطاعة ثم الطاعة وعدم النقاش شكرا جزيلا وأسفل ومع السلام أتمنى أسمع أراءكم طبعا اشتركوا في القناة